الحياة علمتني بزاف دي الحويش وكانت أهم حاجة علمتني هي اللي ما في خير للبلاد و ما في خير للناس كنت بحالي بحلقاء الشابب نهاره مطال وأنا كنت سبه صاخط على الوضعية عمري فكرت حتى أنا نلقى الحلول وتأنا نغير علاش قديت وتأنا نساهم ولو غير بشي حاجة قليلة في هاد البلاد كنت ديما كنقول لاش ديروا لينا وعمري سوى الطراسي أشدرت أنا حتى الواحد النهار القيطرسي كان تعاود مع بنتي الصغيرة اللي بالمناسبة عمرها سبع سنين وكان شرح لي على العيوب ديال هاد البلاد وفيها 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 وهي تسولني واحد سؤال كان صادم صراحة شنون ديروا باش تولي المغرب بابا زوينة تمت صدمت كان أخي بموقف تعرضت لي في حياتي حيث عمري فكرت في الحل كنت ديما كان نقش غير العيوب والمشاكل سبحان الله من هادك النهار المواقف ديالي تبدلت بزاف واللي تحت أنا حاس بالمسؤولية على هاد البلاد أنا خاصني نساهم في تغيير ديال الوضع ديالها بنصائح وتوعية حيث بزاف ديالناس من كترة العيوب كي يكروا هاد البلاد وبالعكس هاد بلادنا والحمد لله رام من أحسن البلدان يعني احنا نحاول وغير نغيروا الأمور اللي خايبة فيها وغير بشوية بشوية حتى كنت تبدل وكان أسهل طريقة ممكن نبدأ بها هي مواقع التواصل اجتماعي بالخصوص أن هادك هو التخصص ديالي وكان ساهل علي نوصل للناس ونساهم في التوعية ديال الناس علش ما قديت بطبيعة الحال ونقطة بنقطة كي يحمل الوضع أول حلقة بديت بها هي الموضوع ديال الذهب المغشوش وانصحت الناس علش قديت ووريتهم كيفاش يحمون نفسهم ويعرفوا حقوقهم كمستهليكين وهذاك الفيديو لقى الإقبال ديال بزاف ديال الناس شافوه تقريبا كتر من نصف مليون مغربي لقيت الآلاف ديال المغاربة كيقولوا لي شكرا شكرا حيث بفضلك من بعد الله سبحانه وتعالى عرفنا أننا كانت سرقو من عند بعض ضعاف النفوس وزدت الفيديو الثاني اللي زاد حتى هو شجعني كتر وزاد غيرتي على بلادي وولاد بلادي لكن من اللي وصلت للفيديو الثالث جاء في الوقت ديال خروج المغاربة للشارع كاملين ناس خارجين على زيادة ديال المحروقات وزيادة ديال المواد الغذائية وطبقت الدرس اللي علمتني بنتي الصغيرة شنو الحالة بابا دخلت كان باش وكنقلف السبب ديال المشكيل كالقاراسي قدام قضية ديال أكبر شركة مغربية ديال بيترول واللي كان سميتها لاسامير اللي بسببها اليوم الملايين ديال المغاربة كي يعانيوا لقيت كل موقع خايف المغرب كان بسببها بشكل مباشر أو غير مباشر شركة سدان ديالها تحولت اللعنة على المغاربة لأكثر من 8 سنين وباقي هذيك اللعنة مستمرة وأنا كان جمع البيانات اللي كانت صادمة بالنسبة لي واللي ما كيعرفوهاش بزاف ديال المغاربة تم قررت نتكلم على هذا الموضوع ونقول للناس هل حل ما غاديش نخبي عليكم كنت خايف حطراني أب وزوج ومسؤول على أسره لكن اللي جدو دار تورا من أجل رجوع محمد الخامس رحمه الله للبلاد واللي جدو حرر الصحراء بمسيرة سلاح ديالو كان فيها راية وقرآن أكيد عمرو غادي خاف وهذه بلادي سجلت الحلقة وحطيتها وخاكل شي كارجي يقولي خليك بعيد لكن من اللي شفت تعالق ديال المغاربة تم معرف تراسيرها الدرط الصح اللي خاصه يدير وتصدموا بزاف ديال المغاربة من اللي عارفوا التفاصيل للقضية ديال لسامير طلبوا مني المغاربة نمشي ونشوف مع الناس اللي يشدي القضية ديالها وكيقاوموا من أجل هاد القضية تاصلت بالأخ الحسين ليماني وقلت لي أنا جايل عندك حيث بزاف ديال المتابعين في القناة طلبوني نجي وتشرح ليهم التفاصيل كاملة كيفاش يقدروا يرجعوا سامير أو كيفاش يقدروا يكتسبوا عليها المغاربة كاملين هذك المبلغ اللي يبقى يكتسبوا ونساموا فيه كاملين وترجع شركة لسامير مرة أخرى وشركة لسامير رهي الوحيدة من بعض الله اللي ما غا تخليش الفقراء يبكيوا على الغلاء وما غا يسرقوش الناس في سوق الحد وما غا يركبوش تدروش في طاكسي بتمان ما قادرينش عليه وما غا تشريش ممي ومك بطاطب ميد ريال كيلو وما غا يبكيش الفلاحية المعصوط اللي كيسقي به غالي وما غا يبقاش آلاف دي العمال في شركة لسامير بطالة وما غا تسبقاش لمحمدية أميرة بلا تاش وكيف كتلكم دائما نقطة بنقطة كيحمل الوات